نظم العشرات من عوائل شهداء وجرح القوات الأمنية في محافظة بابل اليوم أمام مبنى الحكومة المحلية وسط مدينة الحلة تظاهرة للمطالبة بحقوقهم وحقوق عوائل الشهداء ومنها تخصيص أراضي سكنية أخي هان الجريح هو أخوي شهيد بسبايكار وصار سنتيا نداعي عما صار من 2015 لحدنا حقوق ما مستلمين عم نريد الناشد تعبنا ملينا هذول الحكومة ضد عوائل الشهداء ضد الجرحة لو لا أولادنا ولولا أخواننا هما ما يقعدون على هالكراسي حكومة ما تستجيبيني ملينا طلعنا مظاهرات ما فضل نصبنا خيمة ما فضل ضد عوائل الشهداء ما نعرف هذول من دسين ما نعرف هذول شنو ما نحن ذقنا لحدنا وحقوقنا لحده ما طالعه ناس باوا علينا مسؤول باوا علينا البلدية القطع أول ما إجاء مهندس أستاذ أحمد قال أنا سويت لجنة خمسة واربعين يوم فالشغلة ما بيها الطابوا سووا المحضر لقطوا القطع الزينة مشت وصارت سندات والعالم المهمشة ظلت سووا مشكلة هم أخذوا سندات يعني ما يهمهم الفقير وين ما وين إحنا نفتح باب يجون اللصوص يأخذونها يعني ما ذنب ما إنه يجمع مدير جديد قالهم على ولوية وانتهت الشغلة وهذا لجنة كل من حاطيه بالخير يريدهم يبشروننا بالخير